كان فيه طلب اتنين طلب إحاطة وسؤال عن حجم القروض اللي حصلت عليها مصر واثرها على ارتفاع الدين الداخلي والخارجي يعني ممكن رجل الشرع العادي يسأل طب ليه كل هذه القروض؟ ليه كل أزون الخزانة؟ الدين وصل لكلام دلوقتي الدين الخارجي 79 أعتقد 79 مليار؟ لا الدولاري الدولاري الدين الخارجي 81 مليار 81 81 ده في ختام السنة المليئة 2016-2017 80 تقريبا يعني وقتها طيب ليه كل هذه القروض؟ لا هو حيك مش مسألة ليه كل هذه القروض هي انت حيك عمرك ما بتقول حجم القروض بمعزل عن استخدامها استخدامها ومعطاية أخرى يعني بمعنى أننا واحد بنقيس حجم القروض بالنسبة لناتج المحل الإجمالي أثنين الأهم من كده أنه قدرتنا على سداد ما يسمى بخدمة الدين يعني سواء فوائد أو مستحقات موجودة فيه خلال السنة فدي حسابات بنشوفها ونشوف معايير دولية موجودة إزاي وإحنا موجودين منها فين وإيه اللي إحنا عايزين نعمله إحنا النهاردة كان في زيادة حصلت في السنة المالية ما بين 16 و 17 ليه تمويل عجز موجودة أو تمويل فوائد موجودة لكن إحنا عاملين في حسابنا أنه السنة دي يعني عندنا خطة هنزيد فيها لغاية نهاية السنة كام والسنة الجاية هنبقى كام إحنا بنستهدف أن إحنا يبقى عندنا والله الدين الخارجي دي ناتج المحل الإجمالي في حدود رقم 30% أنه ما يسمى مواردنا من الصادرات سواء السلع والخدمات تبقى بتغطي يعني خدمة الدين بالنسبة لنا لا تتخطى 20% من مواردنا من صادرات السلع والخدمات فعندنا أهداف واضحة لمثل هذه الأمور فكرة أننا باخد ليه؟ لأننا بنوع ما بين موارد جيالي من برة وموارد جيالي من جوة إحنا كنا بنزيد من الاقتراض من الداخل بشكل كبير جدا ما نقدرش نستمر من غير ما يكون عندنا تنوع في مصادر التمويل يعني لما بروح أجيب سندات من برة ده بيستخدم كنوع من أنواع التوازن في التمويل ما بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي بيزود لي الموارد اللي جيالي عموما وبتساعدني في نهاية الأمر على خفض سعر الفيديو